السلام عليكم هيئة الأرصاد الجوية تحذر الناس في ألمانيا من عواصف خطيرة خطيرة سوف تجدحها هذا اليوم كما تلاحظون وبعد 15 دقيقة قامت هيئة الأرصاد الجوية على تويتر بإنزال خبر وصورة للمناطق الخطيرة التي سوف تشهد فيها عواصف رعضية جد خطيرة المناطق هي منطقة أسف جنوب نيدازاكسن يعني منطقة أوزنبروك إلى آخره أيضا منطقة النورد غين وستفالن بوخوم دويسبورك إسن دورتموند أيضا جهة كولنبون أيضا فرانكفورت فيها خطار منهايم وأيضا منطقة شمال شتودغارد إلى شتودغارد هذه المنطقة ستكون فيها عواصف جد خطيرة أيضا وسط ألمانيا تذهب إلى منطقة هامبورغ هنوفا كما تلاحظون وشمال ألمانيا منطقة فيلهمس هافن على البحر بحر الشمال بريما هافن إلى آخره تتكون عواصف رعضية جد جد خطيرة وتنصح الناس بالانتباه في هذه المناطق جاء تويت جديد سوف نرى كما تلاحظون الآن نزلت قبل دقيقة نعم فقط هي تقول بأنه سوف يأتي اليوم ترناضو أيضا خطير في شمال ألمانيا لذلك أصدقائي كونوا كونوا حادرين في المناطق التي أخبرتكم بها يمكنكم متابعة الدوتش فيتا دينست يعني مركز الأرصاد الجوية في ألمانيا الذي يحدر من هذه العواصف إذا لم يكن عندكم شيء مهم ابقوا اليوم في البيت الأمر خطير جدا خصوصا كما قلت لكم في الجهة الغربية لألمانيا وفي شمال ألمانيا بالليل ستكون عواصف رعضية جد جد خطيرة هذه الخريطة أضع لكم رابطها أسفل الفيديو إذا كان هناك أي جديد إخواني سوف أقوم بنشره لكم أولا بأول لذلك خذوا حضاركم أرجوكم أنشروا هذا الفيديو وهذا اليوم إن شاء الله في الليل سوف أقوم بإنزال الدرس الثاني لمن يحب تعلم اللغة الألمانية المهنية اليوم سوف ننزل الدرس الثاني من تعلم اللغة الألمانية المهنية من أجل تقويتكم والإصراع بإيجاد عمل شغل أو سبيلدونك في ألمانيا شكرا لكم منشروا هذا الخبر وكونوا جد جد حاديرين عواصف رعضية خطيرة في غرب ألمانيا فوق شمال ألمانيا وشيئا ما جنوب ألمانيا الخرائط أسفل الفيديو إذا كان جديد سوف أخبركم به إذن إلى اللقاء السلام عليكم